نروح مع حضرتكم لخبر آخر بيتعلق بآخر التطورات فيما يتعلق بوزارة النقل تحديدا وزير النقل كامل الوزير قام بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظتي الأقصر وأسوان استهل الوزير جولته بتفقد موقع محور شمال الأقصر حيث تبع عدد من قطاعات المشروعات منها موقع الكبري المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد حيث أكد الوزير أن الوزارة لديها خطة لعمل 33 كبري بديل للمزلقنات الأكثر خطورة وأنه جاري أيضا العمل حاليا فيه 13 كبري من 33 أيضا تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعي الغربي والطريق الصحراوي الغربي أكد كمعين على أهمية استكمال المحور اللي سيساهم فيه خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر بالإضافة إلى أنه سيساهم في تسهيل حركة المرور في الأقصر كمان الوزير تفقد استكمال أعمال رفع كفاءة أحد قطاعات طريق أرمنت الوحات الصحراوي الغربي أكد الوزير في هذا الصدد على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا طبعا لقياسات الجودة العالية والعالمية وأن يتم الالتزام أيضا من جانب آخر بالجدول الزمني المحدد لانتهاء المشروع كمان وزير النقل تابع الأعمال النهائية لمحور كلبشة على النيل في محافظة أسوان واللي بتبلغ تكلفته مليار وخمسين مليون جنيه كمان أكد على أهمية سرعة تبطين كافة الترع المتقطع على المحور ورصف كافة الطرق المحلية المتقطعة معاه كمان الوزير تفقد أعمال تنفيذ محور بديل خزان أسوان تكلفته بتبلغ مليار وستمائة مليون جنيه كمان تفقد معدلات تنفيذ محور دراو على النيل اللي بيبلغ تكلفته مليار وربعمائة مليون جنيه كمان تابع أعمال تطوير المسافة من أسوان حتى أدفه بطول مئة كيلو متر حيث وجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها خاصة مع الأهمية الحقيقة الكبيرة للطريق في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد